حالة حليم أنه يقدر يواكب التطورات اللي بتجرأ على مدار عمره الفني حالة زكية مفيش فيها خلافة يعني تتحدى حتى مواهب عصره أو تتفوق على من كانوا وارد يكونوا بيمتلكوا موهبة أكتر منه لكن أنه أغانيه تفضل مكملة فيسمعها بالتعبير الدارك شبان اليومين دول ويحبوا عليها وكل حاجة ويخدموا عليها دي حاجة غريبة جدا بص ما هو ده بقى السر عبد الحليم حافظ كان ملهم يعني هو مش بس صوت عظيم ما فيها صوت أجمل زي ما انت قلت من شوي فيها صوت أكثر اكتمالا بالمناسبة ممكن مش جمالا لكن الحد الأدنى أكثر اكتمالا وعندها مساحات أكبر وكل حاجة ومثقفة عن عبد الحليم يعني درسين أكتر منه وفاهمين أكتر منه لكن عبد الحليم كان صوتا ملهما الملهم هو اللي تلاقي الكاتب والملحن بيعملوا أعمال لولا هو ما كانتش تتعملت يعني لو عبد الحليم حافظ مش موجود في الدنيا ما كانش يفغيره اسمها على قد الشوق مثلا نتعمل سنة 54 لأنه فيها روح عبد الحليم يعني كمال الطويل الملحن العظيم ده هو اللي عمل أولا بذرة الكلام يعني الجزء ده ككلام مكتوب ده كمال الطويل وفي الوقت كده ادي له الشعر محمد علي أحمد وبقت غنوة عظيمة بس هي ايه هي فيها إلهام عبد الحليم فيه مطربين تقول لك منبع والمصاب فهم كانوا أغلب الجيل ده كانوا بيرسم ملامح عبد الحليم بالكلمة بالنغمة نهيك عن أنه هو بقى كان بيختار بقى كل شوية يفكر يعني انت عارف في البداية كانت مع مسلا سمير محبوب اللي هو عمل ياتب رسائل بن شطين حلو ياسمر وحاجات كده حلو الدي كل دي البدايات بعد كده استشعر عبد الحليم صفيني مرة ومش عارف فيه أغاني حلوة وكمان مكتوبة كمان حلو لكن استشعر ان هو لازم يروح لمنطقة ثانية فبدأ بقى يبقى على الخريطة بتاعته مأمون الشيناوي يمرس يا جميل عزيز حسان السيد وغيرهم اشتركوا في القناة